الضمانات بقلت تخدوها يعني دلوقتي أنا شاب وجاي أعمل مشروع وجاي أخد القرد علشان أبدأ مشروعي أنا شخصيا صاحب المشروع أنا ما عنديش أي ضمان يضمن أن أنا هكسب أو أن أنا هيبقى في هامش ربح محترم يخليني أغطي القسط بتاع القرد ده انتو كجهاز علشان تضمنوا أنه الشخص ده هيبقى جد جدا في أنه يسدد القرد ده بتعمله إيه إحنا بشكل عام النشاط هو الضمان عندنا يعني أنا اللي يهمني أن النشاط ينجح ويبقى فيه استمرارية في النشاط فأنا بدرس المشروع اللي هو العميل متقدم عايز ياخد قرد عليه بحيث أن أنا بقى متأكد من بداية القرد أن المشروع في حالة العميل جدي في السداد ما ممكن يكون المشروع ناجح بس العميل عنده عدم جدية في السداد لكن أنا هفترض أن العميل جدي في السداد أنا بدرس المشروع بحيث أن أنا بقى متأكد أن المشروع ده حيبقى فيه عنصر الاستمرارية وإنه هو مشروع حقدر يسدد القارب. هتختبر إزاي عنصر الجدية في كلام مع العميل. أقول لحضرتك أنا المشروع لو عميل جاي بيتقدم المشروع وليكن المشروع تكلفته الإجمالية 100 ألف جنيه مثلا. أنا بأقول العميل ما لا يزيد عن 60% من تكلفة المشروع بحيث أن أنا لازم العميل يدفع في المشروع ولازم يبقى كأنه شريك معايا. يعني يوجد حاجة اسمها مشروع تكلفته الإجمالية 100 ألف جنيه. أنا أديره 100 ألف جنيه كده العميل ما دفعش حاجة. فيش أي جدية. ولا هو حاس أصلا بأنه هو تعب في المشروع أو أنه هو شريك في المشروع ده. فعنصر أن أنا بدخل معاه من 50 إلى 60% في التكلفة. هو بيكمل سواء من 50 أو 40% من تكلفة المشروع هو بيبقى حاس أنه حطت فلوس في المشروع فهو من مصلحته أنه يسد المشروع أنا فكري مختلف عن المنوك في حتة أن أنا بوصل الضمانة ومش بالضمانة. لا أنا يهمني استمرارية المشروع. والمشروع فيها لحق فرصة عمل. وفيه حد يشتغل وفيه تنمية حصلت. بتابعوا الموضوع مع العميل؟ بتابع المشروع لغاية لما المشروع يقف على رجله. وبتابع المشروع طول فترة استداد يعني العميل بعد ما بيأخذ القرد أنا دا ما بيبقاش نهاية دوري. أنا نهاية دوري لما العميل أول المشروع ينجح. والمشروع يفضل وبأفضل معه لغاية لما بيسدد القرد بشكل كامل.